بحث وزير الصحة العامة والسكان دكتور غاسم بحي بحب العاصمة الأردنية عمان مع مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن وشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحمل نتانيا أمكانية ضم اليمن في مشروع البنك الدولي الجديد للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية ورؤية الوزارة لضمان موارد مادية مستدامة للغطاء الصحي وأثنى وزير الصحة على البنك الدولي وما يقدمه من دعم لليمن في الجوانب الصحية واستعرض مع المسؤولة الأممية نجاحات المشتركة المحققة على الواقع مركزا على سبل معالجة الإشكاليات التي تعترض العمل الصحي منها تخفيض حوافز الكوادر الصحية ووقود المستشفيات ومن جانبها أكدت المسؤولة الدولية دعم البنك الدولي لليمن